مع وصلنا للنص التاني من حلقات الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنقدمه لحضراتكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني بتنطلق المسابقة بتاعتنا ومسابقتنا بسيطة جدا عبارة عن سؤال هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة خلال الحلقة السؤال مش هيكون صعب بس عشان تقدروا تجاوبوا عليه لازم تكونوا بتتفرجوا وامتابعين المسلسل اللي الحلقة دي بتدور عنه كل المطلوب من حضراتكم هو انكم تجاوبوا عن السؤال ده في التعليقات وتكونوا مشتركين في قناة فيلم جامد على يوتيوب وعملين فولو لحسابات حلواني النص التاني على فيسبوك وانستجرام وكل الحاجات دي لها لينكات تحت في الدستريبشن فرص الفوز عندنا في المسابقة للأسف مقتصرة على المشاركين اللي عايشين داخل جمهورية مصر العربية وده طبعا بسبب التعائدات بتاعت الشحن لو كنا فتحناها لما هو خارج مصر لذلك حنطلب كمان من حضراتكم انكم تحددوا في التعليقات اللي بتقولوا فيها اجابة السؤال انتوا عايشين فانهي محافظة عشان نبتدي ترتبات الشحن عقبال من اتأكد من هوية الفائزين والجايزة بتاعت الفائزين كانت موجودة قدام حضراتكم بقالها خمس حلقات تقريبا وهي عبارة عن صندوق هدايا مقدم من حلواني النص التاني صندوق زريف جدا فيه جواة 13 هدية مقدمة لحضراتكم منهم مثلا مربة وفيه كمان مربة وبجانب المربة عندنا كمان مربة بصوا هما من الاخر 13 برطمان مربة لا بهذر بهذر فيه عندنا عدد من المنتجات الاخرى من حلواني النص التاني وفيه كمان عدد من الالعاب وادوات التسلية اللي ممكن تساعدنا في الايام الصعبة اللي احنا عايشين فيها لا بقول لكم 13 هدية مش حاجة بسيطة يعني تعالوا نرجع ده مطرحوا بقى حيكون عندنا في كل حلقة اتنين فائزين يعني عشرين فائز في المجمل واعلان كل فائز والتواصل معاه حيتم عن طريق رد على التعليق اللي فيه اجابة السؤال فمتابعة التعليق اللي كل واحد نشره كاجابة على السؤال في كل حلقة امر ضروري جدا عشان نقدر نكمل اجراءات تسليم الهدية واعلان الفائزين لازم حيتم قبل نشر الحلقة التالية وتسليم الهدية حيتم خلال عشر ايام عمل من بعد التأكد من عنوان وهوية ورقم تليفون الفائز وبس كده حظ سعيد لحضراتكم وما تنسوش تتفرجوا على الحلقة كلها لان السؤال حيظهر في اي لحظة ويلا بينا بقى نخش في حلقتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في الحلقة احداشر من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات رمضان لعام الفين وعشرين والموسم ده مقدم لحضراتكم برعاية حلواني النص التاني حلقاتنا محملة بقدر كبير جدا من حرقل الاحداث والنهار ده حنتكلم عن مسلسل النهاية في الحلقات ما بين اتناشر وواحد وعشرين فبناء عليه لو حد لسه ما وصلش للحلقة واحد وعشرين ومهتم بمتابعة المسلسل افضل حاجة يعملها هو انه يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى رجع لها لما يشوف الحلقات اللي فيتاة الحلقات بتاعتنا في شكل خطاب مرسل بدون نص معد مسبقا وبنتقابل كل يوم بالليل في البث بتاعنا على شبكة نيمو اللينك بتاعه تحت في الدسكريبشن في حدود الساعة عشر ونص بالليل لو حد حابب انه يتناقش معنا في محتويات الحلقة دي ومش عاوز اعيد تقديم المسابقة بتاعتنا بقى بس انتظروا السؤال اللي حيظهر في اي سنية في الحلقة دي مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف عمر عبد الجليل ناهد السباعي صهر الصيغ احمد وقفي السيناريو والحوار لعمر سامير عاطف والاخراج لياسر سامي الاحداث بتاعتنا في الحلقات اللي فاتت بتستمر في الانقسام ما بين عالمين العالم الاول بيقوده زين الروبوت والعالم الثاني بيقوده زين الحقيقي وكل جانب من الاحداث ابتدى ياخد طوابع مختلفة تماما يعني احنا في البداية كان مع انقسام الاحداث لان في البداية طبعا ما كانش فيه الانقسام ده لما حصل الانقسام ده طبيعة الاحداث كانت متقربة في العالمين كانت البحث عن الهوية من الاخر للشخصية الحقيقية ولشخصية الروبوت ولكن دلوقتي الاحداث بتاعتنا ابتدت تاخد اشكال درامية مختلفة وشايف انها موفقة جدا على سبيل التصميم يعني مثلا في العالم بتاع زين الروبوت القضية الرئيسية دلوقتي بقت فرض السيطرة لان عندنا شخصيات كتيرة جدا يعتبروا من اللاعبين الاساسيين معانا في احداث المسلسل وكل واحد منهم عاوز يفرد رغبته وخطته الرئيسية زين دلوقتي بقى واضح ان هدفه الرئيسي هو اعادة السيطرة بتاعة الروبوت وانهاء البشرية او القضاء على البشرية بالكامل وقدر يستميل صباح استغلالا لخلالها العقلي او النفسي اللي هي بتعاني منه عزيز على الجانب الاخر بنكتشف حقيقته انه هو روبوت ولكن على ما يبدو هو روبوت مش مؤذي او مش مهتم بانهاء البشرية او القضاء عليها او الامور دي كلها بل يمكن يكون همه الرئيسي هو القضاء على زين وان كنا مؤخرا او بالتحديد في الحلقة واحد وعشرين انا بتريت اشم ريحة انه عنده خطة اخرى او عنده رغبات اخرى مؤنس على الجانب الاخر مهتم كذلك بالقضاء على الروبوت واعادة السيطرة والامن للمكان مراد كان عنده اجندة ولكن مراد خلاص اتقتل بالتعاون مع غفران ايما في الاساس على الاطمع وتحقيق الارباح الكبيرة رغم ان هو في الظاهر بيتعاون مع زين وبيحاول يدعمه وعندنا خطوط اخرى متعلقة بزوجة زين وصباح والامور دي كلها اما في الواحة عند زين الحقيقي فزي ما اتفقنا في الحلقة الاخيرة كنا خلاص بتدينا نشعر بان زين بقى مشتبه في ان العالم اللي هو موجود فيه ده مش كما يدعي وانه عنده اهتمامات اخرى وان الغرض الاساسي بتاعه مش انقاذ البشرية وده تأكد خلاص بان المكان ده مخصص اكتر لاصحاب القدرة على انهم يعيشوا في امان ويعيشوا في تطور ويعيشوا بعيدا عن مشاكل العالم اللي خلاص اصبح في اتجاهه للفناء مهما حصل ومهما حد يحاول انقاذه ودي طبعا حاجة زين نفسه مش موافق عليها ولكن قبل ما يبتدي يحدد هو عاوز يوصل لايه وعاوز يرغب في ايه بتحصل جريمة اكل لساميح ارسلان الحمد لله انا قلت ارسلان صح ولكنت خايف اقولها ارسنال لما اجي اتكلم في الموضوع واللي كان باعت له رسالة فيها كود الكود ده اخيرا بيوصلنا لسندوق والسندوق ده اثناء عملية فتحه الحلقة بتنتهي دي النقطة اللي احنا متوقفين عندها دلوقتي ولكن الرحلة بتاعتنا فيها قدر من الغموض ممكن يكون اكتر شوية من اللي موجود عند زين الروبوت والغموض ده الهدف الرئيسي بتاعه هو الوصول لحقيقة هذا المكان والرغبة الرئيسية من هذا المكان واللي بتريد تتكشف بقدر كبير ولكن زين نفسه هيعمل ايه بخصوص هذا الموضوع وهل يدور في انقاذه لان ساميح قبل بما بيموت بيبلغوا بانه هو الامل الوحيد في انقاذ العالم والواحة كذلك فبناء عليه هي ليه الواحة معرضة للتدمير يمكن تكون جريمة القتل دي من البذور اللي المفروض تنهي للموضوع في النهاية من خلال صراع العائلات زي ما تم التقديم في مرحلة من المراحل ولكن اعتقد ان الموضوع اكبر من كده شوية واتمنى ان فتح السندوق بالنسبة لنا يكشف حاجات اكثر اثارة للاهتمام بمنتهى الامانة انا شايف ان المسلسل حاليا فاقل مرحله مش عاوز اقول فاسوأ مرحله لانه على مستوى التصميم زي ما قلت الاحداث ما فيهاش مشاكل بل انا معجب جدا 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 كمان بفكرة الفصل ما بين العالمين واضفاء طباقع مختلفة لكل عالم من العالمين ان انا في مكان ما عندي لغز جريمة قتل بكل الامور المحيطة اللي عليه المحيطة حواليه وعندنا على الجانب الاخر صراع السيطرة ما بين لعبين كتير كل واحد فيهم قدر على التأثير وقدر على انه هو ينتصر للي هو شخصيا عاوز يحقق ويمكن لومي الوحيد بس على مستوى التصميم هو ان الاتصال ما بين العالمين اصبح منقطع تماما ولا حتى على مستوى الواهم من خلال الاتصال اللي كان بيدور ما بين زين ومراته اللي هي مش مراته اللي هي عبارة عن صوفتوير يمكن كنت متأمل اوي في فكرة فارس اتذكر ان هو كان اسمه فارس اللي هو صديق زين اللي كان بتربي معاه اللي قابله في الواحة واللي هرب ورجع على انرجيكو او على التكتلات ولكن اختفى ما شفناش الخط ده وصل لايه في الآخر انا كنت متصور ان دي هتبقى بداية الربط اللي ممكن يؤدي بينا لتبادل ما بين العالمين بشكل او باخر يمكن نقطة الانفصال دي بس اللي عندي عليها تحفظ ولكن غير كده على مستوى تصميم الاحداث على مستوى القصة انا ما عنديش مشكلة مشكلتي الرئيسية في التفاصيل في التفاصيل في بعض القرارات المصيرية او بعض التحولات المصيرية او بعض الاحداث المصيرية في السيناديوهات اللي احنا بندورها وفي اسلوب السرد في مكان معين واعتقد بمجرد لو قلت كده انتوا عرفتوا انا بتكلم عن ايه عموما على الجانب بتاع زينو الروبوت الامور افضل كتير لان زي ما بنقول احنا عندنا اجندات خفية كتير المشاهد بيندفع لانه يقعد يشغل تفكيره يشغل تفكيره انه هو يفكر في كل طرف فيهم عاوز ايه عملية الكشفة عن حقيقة عزيز دي كانت مهمة جدا يعني انا اعتقد ان احنا من بداية رمضان لغاية دلوقتي ما بين الخمس مسلسلات اللي انا شخصيا بتابعهم الحادثتين اللي اثاروا الناس كلهم او المتابعين كلهم وعملوا الصدق كبير هما الكشف عن حقيقة عزيز في المسلسل النهاية والتخلص من مريم في المسلسل البرينس يعني انا مش بقول ان دول يجعلهم افضل مسلسلين بس انا بتكلم على المسلسلين اللي قدروا يخلقوا لحظة صدمة يخلقوا لحظة تجعل المشاهد يتفاعل بشكل كبير جدا وده نجح كبير جدا لمسلسل النهاية او لمسلسل البرينس في النقطة دي العالم بتاع زين الروبوت هو اللي فيه الخطر الاكبر اللي فيه روبوت عنده قدر كبير جدا من البطش ومن القصوى ومن القدرات الخارقة على انه يدمر العالم كله فده موضوع المفروض انه هو يجذب اهتمامنا اكتر واكتر وده ناجح فعلا يعني انا عايز اقول ان احنا في البداية كان الاهتمام بالعالمين شبه متساوي زي ما انا كنت بقول في الحلقة اللي فاتت الانتقال من هنا الهنا ما كانش مزعج لما كنا بنبقى موجودين في عالم زين الروبوت كنا بنفتقد الواحة او لما كنا بنروح الواحة كنا بنفتقد التكتلات والقدس والحاجات اللي بتحصل فيها انا في رأيي بالنسبالي انا شخصيا كمشاهد الوضع دلوقتي خلص ما بقاش متزن انا بقيت بحب العالم بتاع زين الروبوت بحب العالم بتاع التكتلات بحب العالم بتاع القدس حاسس انه فيه الاحداث الافضل حاسس انه فيه الممثلين الافضل يعني بمنطقة البساطة ده العالم اللي موجود فيه عمر عبد الجليل واللي موجود فيه احمد وفيق واللي موجود فيه جمعة واللي موجود فيه الناس دي كلها الناحية التانية لو انا واخد بالي كويس يعني تقريبا ما فيش حد الدنيا هناك جمدة قوي حتى على مستوى الاداء التمثيل وعلى مستوى الشخصيات ارفع بكتير واخف بكتير واهتمامنا بيها اقل بكتير العالم بتاع الزين الروبوت هو اللي كان فيه الاكشن اه صحيح الاكشن غايب بقاله شويتين بس انا كنت بقول ان عنصر الاكشن هو الافضل في تقديري الشخصي ونقدر نقول ان حتى استعراض الامور بتاعت الخيال العلمي او عناصر الخيال العلمي اللي المسلسل نفذها بشكل كويس زي التقنيات بتاعت الاتصال او الدرونز الطائرة او الامور دي كلها او الاسلحة المتقدمة ودي كلها حاجات موفقة في رأيي تم استعراضها في هذا الجانب من العالم يمكن الشيء المنغس شوية في العالم بتاع الزين الروبوت هي بعض التفاصيل مش بعض الحقيقة هي تفاصيل كتير بتطرح تساؤلات ممكن تكون فيها غياب للمنطقية داخل عالم احداث المسلسل انا مش بقارن دلوقتي بغياب المنطقية مع الوضع في الاعتبار ان احنا داخل عالم خيال علمي لا انا بتكلم داخل احداث المسلسل وهم كتير استراحوا وسرد امثلة اليوم ممكن يكون متعب انا ممكن اجيب من الاخر ممكن اجيب من الحلقات الاخرانية يعني مثلا لما عزيز دخل المخزن اللي كان مقتول فيه مراد وهو تم انزاله عن طريق درون بينما زين كان واقف برا كروبوت بيخطب في العمال بتوع مراد وده دخل لغاية الويرهاوس وخرج من غير ما زين يشوفه انا شايف ان دي غريبة شوية ان بعد ما عزيز ضرب زين قدرة صباحة لانها تشيله وتحطه جوه العربية بالمقارنة مع المسافة ما بينها وما بين عزيز ودي لسه صالحة للتدارج يعني احنا لو اثبتنا ان عزيز كان عاوزهم ينجحوا في الهروب ماشي ممكن تعدي لكن لو احنا متفقين او لسه مصممين على ان عزيز كان عاوز يقضي على زين بس صباح قدرت انها تاخده وتهرب به فدي غريبة شويتين ثلاثة اربعة ان عزيز كان مع السلاح وما هربش مع الوضع في الاعتبار على ان احنا بنقول ان هو عاوز يهرب من قبضة الامن ومن قبضة مؤنس طب ما انت كان في ايدك السلاح وكنت تم انزلك في المكان ده يعني احنا بنتكلم بعد كده على ان سيطرت الامن على عزيز قائمة بالكامل على امتلاكهم للسلاح طب ما السلاح كان في ايدك مهربتش ليه اسئلة تعالوا ما نقولش انها بشكل قاسم عيوب خلاص في التفاصيل انا بقول عليها دلوقتي منغصات لانها بتطرح التساؤلات دي ازاي قدرت تهرب به بان المسافة ما كانتش تسمح بذلك ازاي عزيز وصل لغاية مراد من غير ما زين يشوفه ازاي عزيز كان في ايده السلاح وما هربش لو هو فعلا كان عاوز يهرب نحط عليهم دبوس ونبقى نرجع لهم بعدين الوضع للأسف في الواحة اسوأ بكتير مش على مستوى تصميم الاحداث ولكن على مستوى اسلوب السرد وهو اللجوء لادات الراوي ان زين قرر ان هو عاوز يحتفظ بمذكرات لليوميات اللي هو بيعيشها وللشكوك اللي في زهنه للامور دي كلها والموضوع ده تطور بعد كده لان بقى فيه راوي قاعد وراء ودنة عمال يتكلم في احساس زين وانطباعاته في كل لحظة وهذا الموضوع على مستوى تجربة المشاهدة كان في منتهى الملل ومنتهى الازعاج انا بقيت لما بروح الواحة يا سيطر يا ربي هنقعد نتكلم في كل حاجة في الدنيا هو بيفكر في ايه وانا مش عارف ليه اللجوء للأداة دي يعني مش عشان سيبك من انها مملة يا سيدي ده انطباع غيري شايفها مسلية وهو ما يدفع عشقها سيبك من انها مزعجة عادي فيه ناس كتير ممكن تكون بتحب هذا السوق بهذه السكسكل بالامور دي كلها عادي براحتكم يعني السؤال هو هي مفيدة في ايه يعني هل احنا كمشاهدين ما عندناش ما يكفي من الوعي ان لو الممثل عكس انطباع عدم اقتناع او انطباع مفاجأة او حاجة من هذا القبيل او ان احنا نحط مشاهد تبين يبين من خلالها هو ناوي يعمل ايه او متحفظ ازاي او مش عارف هل ده مش كافي هل احنا ما كانش حينقلنا الموضوع بالقدر المعقول انا حياة مش عارف هي بتساعد على ايه خالص مع الوضع في الاعتبار كمان انها في الاساس اداة غريبة يعني انت راجل موجود في مكان حاسس بالخطر الشديد عليك فتروح مسجل لنفسك ديريس بتقول فيها كل الشكوك في مكان اصلا المفترض ان هو متطور جدا ومتقدم جدا وعنده قدرة ان هو يرقبك في كل لحظة وانه يخترق كل الادوات بتاعتك انا مستغرب جدا في هذا الموضوع ومش عارف هو مفيد في ايه انا من بداية المسلسل على مستوى الادوات التمثيلية كنت قاعد منتظر يوسف الشريف يتحط في الاختبارات داية علشان نثبت ان هو ممثل كويس وان هو قادر ان هو ينقل الحاجات دي ولكن على ما يبدو المسلسل بيحاول يجنب يوسف الشريف اي تحديات تمثيلية مش عارف انا قلنا لما نبتدي الشخصية بتاعت زين الروبوت تخلق لنفسها وعي هنخش في حالة صراع وحالة الصراع داية حينتج عنها بعض الاختبارات التمثيلية الحقيقية والحياة المسلسل تجنب دا تماما زين دلوقتي اللي في حالة لغز جريمة قتل واللي هو خايف على حياته وخايف على مستقبله بيحاول يكشف الغاز كتير دي فيها قدر من التحديات التمثيلية وتجنبناها تماما من خلال ان الشخصية عمالة تحكي كل حاجة بتحس بيها وكل انطباع موجود عندها وعلى مستوى التفاصيل كمان الدنيا مش في افضل صورها في الواحة لان انا مش قادر افهم مكان الواحة دا على مستوى قدراته وعلى مستوى قدرات القائمين عليه على السيطرة والمرأبة هم عاملين ازاي بالزبط هم حطين كاميرات في الاماكن اللي المسلسل عاوز الاحداث بتاعتها تنكشف ومش حطين كاميرات في الاماكن اللي المسلسل مش عاوز الاحداث بتاعتها تنكشف بيرقبوا الاتصالات بس ما بيرقبوش الشقق من جوه بيرقبوا الهولويز بس ما بيرقبوش اماكن الشقق مش فاهم مش عارف دي ما يسمى ما تسمى بل بالملأمة اكتر من اللازم فلو عندنا مشاكل في التفاصيل مشاكل التفاصيل ممكن دايما ننسبها لكتير من المشاكل المحيطة بكل المسلسلات الرمضانية وبمسلسل بياخد قدر كبير من التحديات زي النهاية والموضوع ده مفهوم وكل حدث في الدنيا بس ليه عندنا منغصات في الأدوات الدرامية البسيطة زي أدوات السرد وزي إقناعنا بسيناريو معين داخل الأحداث زي قدرة امرأة ضعيفة انها تشيل روبوت مسافة مش قسيرة وتحطه في عربية وتهرب به قبل ما الشخص اللي جاي يقتله المدجج بالسلاح يلحق يوصل لهم ده مثال بسيط انا مش بتكلم على ان التلات حاجات اللي قلتهم هنا ولا الحاجتين اللي قلتهم هنا هما مشاكل الوحيدة في التفاصيل في حاجات كتير جدا انا بس دول اللي افتكرتهم دلوقتي لأني ما بقيتش ملاحق ده اللي بيخليني اقول ان المسلسل حاليا مش في افضل صوره ولكن مش عاوز الانتقادات دي تبان ان انا محبط بشكل كبير من ان المسلسل مستوى انهار او تراجع بشدة او بقى في الماينس او حاجات بالطريقة دي هي بس البناء بتاعنا في البداية كان بيعد بحاجات افضل من كده بكتير قوي على مستوى التفاصيل لان زي ما بقول على مستوى القصة وتصميمها والفصول اللي احنا بننتقل ما بينها اولا الامور سريعة الامور متتالية ما عمدناش العيوب اللي ممكن نكون متوقعينها في هذه المرحلة من اي مسلسل رمضاني يعني احنا دلوقتي عادة لما بنتبقى بنتكلم بالسلب عن اي مسلسل كنا في البداية بنتكلم عنه بشكل ايجابي حتلاقونا بنقول حاجات مكررة زي المط والتكرار والتطويل وبعض القرارات في فصول القصة الغير موفقة عشان ناخد تور يوصل بنا لغاية الحلقة تلاتين المسلسل دا ما بيعملش كده المسلسل دا فصوله متتالية ومتسرعة وبيطلعك بالنقطة يوصلك النقطة وبيحل لغزه ويطرح لغز تاني والفصل كويس غياب الربط بس هو اللي عندي معاني مشكلة فعلى مستوى تصميم القص على مستوى الفصول على مستوى اللي تم تقديمه في البداية الامور دلوقتي كانت المفترض تبقى احسن من كده بكتير هل المشاكل اللي احنا فيها دي وده تساؤل عندي انا ما عنديش عنه معلومة انا احب لو في حد يجاوبني متعلقة بالكامل عن ان الكورونا بالازمة بتاعتها حرمتنا من تصوير مشاهد كتير فدلوقتي ابتدينا نخترع حاجات بشكل سريع جدا عشان نسد فجوات والامور تكمل هل قرار الراوي ده كان في التصميم الرئيسي ولا تم ادخاله لان فيه مشاهد كتير وحوارات كتير بقينا مضطرين ان احنا مش طبع يعني دايما بنقول فكرة لما فيه حد يكون بيحاول يشرح حاجة للمشاهد بنحط سفير ليه جوه الاحداث جاهل باللي بيحصل فشخصيتنا تحكي له الموضوع زي ما تكون بتحكيه لنا دي مشاهد والسفير ده مش لازم يكون شخصية واحدة ده ممكن تكون شخصيات كتير هل الصفراء دول كانوا موجودين في التصميم الرئيسي وبعد كده تم استبعادهم عشان ما عادش فيه وقت او ما عادش فيه فرصة للتصوير ده وبتدين نستعيد عن دلك بان احنا نعمل موضوع الراوي ولا ده كان موجود من الاساس تساؤل هل كان فيه وقت لان احنا نخلي السيناريوها بتاعتنا فيها قدرة اكبر من المنطقية الدرامية وملحقناش نعمل كده عشان دي الوقت هل ما قدرناش نعمل كل حاجة كنا عوزين نعملها عشان ضعف الميزانية لان دي امور مقبولة لو ده الوضع فهو شيء مقبول جدا بالنسبة لي ما عنديش اي مشكلة وفي هذه الحالة المسندة مستمرة والمسندة بسبب عناصر كتير انا مش عاوز اقعد اقررها في كل حالها في كل حلقة ولكن انا لسه حطيتها في الحسبان ولسه مخليها رصيد المسلسل عندي كبير ان احنا بنخش في تصنيف ما تعملش قبل كده ان احنا عندنا تحديات كبيرة قوي على مستوى الميزانية عندنا تحديات كبيرة قوي بسبب عنصر الوقت عندنا تحديات كبيرة قوي بسبب ان في ناس كتير بتشتغل في هذا المجال لأول مرة عندنا تحديات كبيرة قوي بسبب الكورونا كل ده لازم يتم وضعه في الاعتبار ونشكر الناس على اللي هم عملوه لحد دي النقطة بس يبدو لي ان الاخفاقات بتاعتنا في السهل مش في الصعب انا مشاكل درامية مش مشاكل لها رعوة بشكل الخيالة العلمية ما عليها ودايما نحتفظ بالرصيد الايجابي ونتحرك ولكن الادوات السهلة البسيطة اللي بيحصل فيها اخفاق هي اللي بتخلي الواحد يزعل من ان الدنيا يتبدولي وانا رجل جاهل بالتفاصيل معرفش ايه اللي حصل جوه الدنيا نفسها كانت ممكن تفضل تبقى افضل من كده بشكل اسهل من كده هي في النهاية تساؤلات وفيه فرص كبيرة جدا لتداره كتير من الحاجات اللي انا قلتها زي ما انا قلت دي مجرد امور محطوط عليها دبوس وحنشوف بعد كده حقيقتها عاملة ازاي ده رأيي الحد دلوقتي الحلقة الجاية اللي حنتكلم فيها عن مسلسل النهاية حتكون الحلقة الاخيرة اللي حنتكلم فيها عن مسلسل النهاية واعتقد بما اننا بنتكلم عن مسلسل الغموض بيحيط بكتير من احداته فلازم تحصل بعد انتهاء المسلسل بالكامل ان شاء الله ياريت تساهموا برأيكم في القومنس ياريت تشاركوا في المسابقة اللي السؤال بتاعها ظهر في نص الحلقة في كدلك مع تحديد المحافظة دي نقطة مهمة جدا يا جماعة عشان نرتب اجراءات الشحن من بدري ولو عاوزين تتناقشوا اكتر واكتر نضموا لينا في نيمو النهاردة بالليل ان شاء الله الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجهلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي اشتركوا في القناة